بعد هجوم موسكو الدامي النمسا تزيد من التواجد الأمني في عيد الفصح حيث وعلن وزير الداخلية جرهت كارنر عن زيادة التواجد الأمني في عيد الفصح بسوء ارتفاع مخاطر الإرهاب على الرغم من عدم وجود أي معلومات عن تهديدات محددة ولا تزال المخاطر يعني الإرهاب مرتفعة وفقا لتقييم إدارة حماية الدولة وجهاز المخابرات أو حماية الدستور كما يقال حيث يتم تصنيف مستوى الخطر على أنه مرتفع وهو ثاني على مستوى طبعا سيكون هناك بعض الإجراءات الأمنية الخاصة في فترة أعياد الفصح خلال الأسبوعين المقبلين تقريبا وأكد كارنر أن الشرطة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين مشددا على أن جميع الإجراءات اللازمة سيتم التخاذ بها لحماية أسواق عيد الفصح والاحتفالات الدينية قالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم السبت نقلا عن بيانات أولية أن ما لا يقل عن 115 شخصا قتلوا في الهجوم في موسكو أمس الجمعة وأن العدد هذا قابل للارتفاع إضافة لعشرات الجرحة وأعلن الكريملين اعتقال 11 شخصا بينهم المنفذون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الذي استهدف أمس الجمعة قاع للحفلات في موسكو وأسفر عن مقتل 115 شخصا ونحو 150 مصابا وبينما تبنى تنظيم داعش الهجوم هذا التنظيم الذي جاهز لأن يتبنى أي هجوم في العالم خلال اللحظات أطلب وتمنى فورا داعش شبيك لبيك شاء داعش بين إيديك فورا جاهز لهذا التبني وفورا جاهز لهذا الشيء يعني هذا الموضوع صراحة لا نريد أن نطيل فيه ولكن على ما يبدو أن الإرهاب العبر للحدود والذي تديره العديد من الدول في العالم يستطيع أن ينفذ العديد من الأنشطة هذا حسب قراءة العديد من المحللين والمراقبين لهذا التنظيم الذي يعبر للحدود وينفذ عمليات ضخمة بهذا الضخام وهذه وبهذا الحجم حيث ذهبت صحيفة كورونا أبعد من ذلك وقالت أن هجوم موسكو يشابه هجوم أحداث 11 من سبتمبر نعم في نيويورك يعني قبل 20 إلى 22 عام